فهذا الشريط غنت لمتارقة حساب نسبة تغيير معدل المبيعات دينا من شهر لشهر حساب نسبة تغيير معدل المبيعات كي يعتمد على مقارنة المبيعات على مدى شهرين بالنسبة لنا هنا ما يمكنش تقوم بهذا العملية بالنسبة لشهر يناير بحيث ما عندناش نسبة الشهر اللي من قبل اللي نقدرون نقارنه معاه نسبة المبيعات وبالتالي حساب بنسبة تغيير معدل المبيعات غنحسبوها مباشرة لشهر فبراير القاعدة العامة هي كتال حساب نسبة تغير معدل المبيعات لشهر ما مثلا هنا بنسبة الفبراير خاصة نحسبه فرق المبيعات ما بين شهرين يناير وفبراير واللي هو السيدس موان بيديس ثم نقسمه على نقطة البداية أي على شهر يناير إذن هي تساوي السيدس موان بيديس نقسمه على بيديس نحصله على النسبة 1929 وهذا النسبة غلط بحيث لاحسبنا بشكل صحيح فخصنا نلقى النسبة ناقص 0.87 لكن حصلنا على نتيجة مغيرة علاش؟ لأن طريقة كتابة الصغف لإكسل كتأثر بشكل كبير على النتيجة لأن الطريقة الصحيحة هي حساب الفرق أولا ثم قسمت النتيجة على بيديس لكن إكسل قام بعكس العملية علاش؟ لأن إكسل عنده نظام خاص للقيام بالحسابات واللي كيتسمى بتسلسل هرمي للعمليات إلا انتقلنا هنا فكتلاحظوا تسلسل اللي كيتبعو إكسل في القيام بالعمليات الحسابية فإكسل كيبدأ دائما بالرمز اللول اللي في القائمة وكيقارنه بالرمز اللول في الصيغة إذن هنا عدنا هي القسمة بيديس على بيديس ساديس عدنا كتساوي 1930 وبيديس على بيديس كتساوي 1 إذن 1930 ناقص 1 كتساوي 1929 اللي حصلنا عليها قبيلة من اللي قمنا بالحساب ولكن احنا محتاجين أولا الحساب الفرق ما بين الخانتين ساديس وبيديس ولهذا خاصنا نضيف الأقواس إذن خاصنا نتابهوا لطريقة كتابة الصيغة الآن من اللي كان نضيف الأقواس فإكسل كيقوم بالحساب بشكل متسلسل بمعنى غيحسب أولا ما بين القوسين ومن بعد غيقوم بقسمة النتيجة على بيديس وبالتالي كنحصلوا على ناقص 0.87 وهي النتيجة اللي كنا كنت أدروا إذن لتقديم هاد النسبة بشكل أفضل فكنتقلوا لانجلي أكوي وكنستعملوا هاد الزر بخصونتاج وبالتالي كتصبح عدنا القيمة بشكل تالي ناقص 87% وبالتالي هاد نتيجة كتتعلق بهاد الخانتين كذلك بالنسبة لهنا النتيجة غتكون كتتعلق بهاد الخانتين وهكذا إذن يكفي نسحب بهاد التجاه وبالتالي كنحصلوا على باقي النتائج اللي كتمثل نسبة تغير معدل المبيعات اللي يمكن تكون سلبية أو إيجابية على حسب معدل المبيعات دينا مشهر الآخر ولكن المهم اللي خاصكم تاخدوا باقي الاعتبار هو الانتباه وعدم القيام بأخطاء في كتابة السياغ ودائما نتأكدوا من صحة الطريقة اللي كنكتبوا بها السياغ باش نحصلوا على نتائج صحيحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة